اشتركوا في القناة اخذينا في الاعتبار انه لا يعلم الغيب الا الله مالك السموات والارض وما بينه وكل ما نقدمه اجتهاد شخصي قد يصدق وقد لا يصدق وعلى الله الطب ازايكو يا حبيبي وحشتوني يا رب تكونوا بكلكم بخير النهاردة هعمل لكم كراءة بالطرود وهنشوف ايه اللي بيحصل معاك وهنشوف كمان طاقة الشريك وعايز يقولك ايه وهنعرف كمان طاقة العمل والصحة وكل حاجة بتحصل معاك في حياتك وحب اقولك ان دي طاقة مفتوحة تقدروا تسمعوها في اي وقت اه ما تنشوهش تتابعوني على فيسبوك والانستجرام انا عملتهم على شانكو هتلاقوا اللينك في شندوق الوصف وكمان هتلاقوه في اول تعليق يلا نقول بسم الله ونبتجي برج الميزان اسمع يا برج الميزان علاقتك العاطفية مرت بمراحل كتيرة ودايما كان في تغيير بين وقت والتاني كمان شريكك عنده شوية مشاكل في تفكيره وتصرفاته وانت استحملت حتى كتبه عليه وقدرت تكتشفه هو دلوقتي من ساعة النقاش الاخير مش عارف يهدى من كتر التفكير فيك وعنده قلق وتوتر بسبب بعدك عنه انت قدرت تخليه يحس بالزنب والندم عليك هو هيرجع لك يقولك انه مش قادر يعيش من غيرك وانه اي مشاكل بتواجهها في العلاقة معاه انتو اللي اتنين قادرين تحلوها طول ما انتو اللي اتنين مع بعض وان الحب اللي بينكم حبي يقدر يواجه العالم كله طول ما انتم مع بعض وانه هينفز لك كل اللي انت عايشه وهيعمله لك وهيرجيك ربنا يسعدك يا برج الميزان اما المتجوزين عندكم سعادة ودفء ولمة حلوة وكمان يمكن سفر ورحلة مع بعض وكمان عندكم اخبار حلوة عن حمل او مولود جديد في العيلة والاسرة عندك اما العازبين من برج الميزان عندك شخص هيجي يطلب ايدك على طول وهيدخل البيت من بابه لانه عايز يتجوزك وان شاء الله الفترة دي عندكم افرح كتيرة وفي العمل عندك تغيير كبير في عملك لانك عندك اسرار على النجاح واي تأخيرات كانت عندك مع الطلاق عن اي حاجة نفسك تعملها هتقدر تعملها ومفيش حاجة هتعطلك داني كمان عندك شغل جديد او حتى هتغير من طريق تفكيرك في التعامل مع الناس وكمان عندك الاوة والارادة في تغيير حياتك وكمان عندك صفر وحركة وتواصل كتير للفترة دي بش اهم حاجة خليك متمسك بخفة دمك اللي زي العسل دي علشان هي دي اللي مخليك جذاب في عيونك كل يا برج الميزان كمان عندك شجاعة انك تمشي في اي طريق واي اتجاه عندك كمان دعم في حياتك سواء الشخصية او العملية او في حياتك بشكل عيب في اشخاص كتيرة هتساعدك الفترة دي وعندكم كمان رجوع لاشخاص من الماضي بس اهم حاجة خلي عندك وضوح وخطة لمشتقبلك وخلي عندك ايمان وثقة انها تتحقق ان شاء الله قريب قوي اما في الشحة شحتك ممتازة الحمد لله بس حاول تاكل اكل في البيت ويكون فيه خضروات وفكهة حافظ على اكلك ما تنسوش تقولولي رأيكو في التعليقات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة باي باي اشتركوا في القناة